مرحبا وحلقة جديدة من برنامجي حلقتنا اليوم غريبة أنا استغربتها هنحكي عن موضوع مصر لنا زمان ما جبنا سيرته أنا عن نفسي كنت بشوفه بس بفوزير نيلي الخطبة اليوم رح نشوف ونعرف عن شغلات كتير مع الخطبة عابير حسن أهلا وسهلا فيك أهلا بك شكرا يعني موضوع كان نحكي عن أجدادنا وزمان والأفلام الأبيض والسود والخطبة وشو السوار والعريس موضوع نسنا بس أنا شايفة أنه في الموضوع بلش ينعاد هو موجود أنا أبارة في الأبليكيشن والأولاين أيوة جاء لي وقته واختفى شوائيا إنما لسه موجود وهيستمر أعتقد إيه بقى موجود والله وجوازات زمان أجدادنا كانت كويسة ومليحة ومستمرة فإذا دليل إنه يعني شي كويس وهي دي كانت الطريقة الوحيدة للحصول على العريس لأنه زمان كانوا بيتجوزوا يمكن أرايب وكان يمكن فيه تكافل اجتماعي شوية ما بين الأسر بناخد من الجيران وبناخد من القريب وبناخد من المعارف في الشغل وبنت سي محمد أفندي بتاخد ابن سي أحمد أفندي وكلام من ده إنما دلوقتي الحقيقة قاعة الحقيقة السريع اللي إحنا فيه والسوشيال ميديا اللي مفتوحة على مسرعيها بكل الأبليكيشنات اللي نزلة جديد وكلام من ده لو كنت وقفت عند الخطبة القديمة اللي هي بالصور من سنة 1919 لغاية دلوقتي ما كنتش هتطور مع العصر اللي بيتطور ومتطلباته بتبقى أكتر وأكتر طيب احكيلي يعني أنت كيف يعني كيف الواحد يبتدي يعني هل بيبقى معاكي صور متل زمان زي الأفلام ما كنا بنشوف ولا كيف يعني نوعيات العرايس اللي عندي والعرسان بيجولي عن طرق مختلفة أول طريقة طبعا عن طريق الأهل والقرايب والمعارف والجران والناس اللي تعرفلي أنا شخصيا بيلجأولي في حاجة زي كده وفيه ناس أغراب طبعا أنا ما بعرفهمش بيجوله ما حدا بيعرف حدا عنك يعني أكيد ما أنا كل ما بجاوز اتنين بيجولي أسر عدد أسر أكتر أكتر من العروسات والعرسان فدلوقتي في حوالي 80% من الناس اللي بجاوزهم بسعف جوازاتهم ومعرفهمش ومقابلتهمش قبل كده مجرد مكالم التليفون على التطبيق اللي أنا مشتركة فيه أو عن طريق أي صفحة من صفحاتي بيتواصل معايا استجرام وفيسبوك أكتر أنت أنا عندي على الفيسبوك في الفيسبوك صفحة تعبير الخطبة علامة موثقة من الفيسبوك من حوالي 6 سنين وعليها مليون وربع مليون متابع ما شاء الله وبدأ فيها من زمان من 2016 تقريبا لغاية ما وصلت للعدد ده كمية تواصل رهيبة ما بين الناس وبعضيها من خلال الصفحة بتاعتي والحمد لله كمية جوازات كتيرة قوي قوي يعني تقريبا تسعين في المية نجحة؟ لا مية في المية نجحة ما شاء الله أنا أصلا ما عنديش نسبة طب أحنا من برنامج شير رح نشجع كل الناس أيوة لا مية في المية نجحة لأن أنا بتعامل مع نوعيات معينة من العريس والعرسين اللي هما راغبين في الارتباط فزي ما يكونوا ما صدقوا إن هما لقوا بعض طيب حل فالانفصال بعد الجواز بيبقى صعب شوي طيب إيش أغرب شيء ألوهالك مسا بدنا العريس كذا يعني إيش المتطلبات آه والله كل واحد متطلباته بس هو بعيدا عن الحاجات اللي هي الواو شوية هما كلهم بيسعوا للتكافؤ مش أكتر من كده عايزين تكافؤ في الحياة الاجتماعية ما بين الأسرتين التكافؤ في التعليم ما بين العروسة والعريس يمكن محافظة واحدة يمكن يكونوا منطقة سكن واحدة إنما لطلبات الأوفر اللي بتجيلي ساعات إن هي العروسة تبقى محددة منطقة سكن بتاعت باباها ومامتها مش عايزة تطلع منها أو تطلع مثلا واحد غني آه طبعا كل واحد وليه متطلباته وليه تطلعاته في شريك الحياة اللي أنا بشوفها إن هي من حقها إنها تطلب الحد اللي يعني خاضرها اللي يكون مستقرها مديا جسمه مثلا متناسق الرياضي ما بحبش اللي بكرشي ما بحبش الأقرع ما بحبش الأصمر مش عايزة سافر برا مش عايزة اشتغل بعد الجواز مش عايزة أتجوز في بيت عيلة كلها طلبات البنات يعني بتبقى على حسب ما هي متعودة طيب الأعمار عندك اللي بيجيكي هلا بيكونوا صغار ولا هما كبار بالسن شوي لا أنا عندي كل الأعمار الحقيقة والإقبال على الجواز من كبار السن بيكون أكتر شوية من الزغيرين من الزغيرين أنا عندي يعني سن العروسات بيبتدي من أول عشرين سنة لغاية ستين سنة عندي عروسة ستين سنة يعني فيه إلها كمان مجال يعني أنت بتشجع كل لا أنا بشجع وبزداد جواز كبار السن ده أنا عملاله عندي يعني ملف خاص بي زواج كبار السن بيلقى عندي اهتمام رهيب يعني وعندي عريس يعني تجوز الأعمال اللي فاتت الحمد الله واحد وسبعين سنة وأكبر عريس أنا جوزته كان سبعة وسبعين سنة كان حماية الله يرحمه بعد ما توفت حمايتي بثلاث شهور تجوز عن طرف يعني روحتي شفتي له عروس اه شفتي له عروسة وسعيت في جوازه طيب العروس اللي شفتيها لو أنت بشوفي مناسب بالأعمار يعني أنت بكون عندك حافية بالموضوع لازم التكافؤ التكافؤ أهم حاجة ما بين الانتراف يعني شفتي له عروس نسلا نحكي اه لازم تكون طبعا أهدو في السن ظروفها الاجتماعية كمان فيه كبير السن بيقبل بحد معاه أولاد مثلا سن شباب أو بنت شابها مخطوبة وهتتجوز وكلام من ده وفيه كبير في السن عايزها يعني أصغر منه بكتير اه بيكون هم أغلبيتهم بطلبوه هيك أنها تكون صغيرة فرق السن مثلا كبير 20 سنة 25 سنة فيه عايزها من محافظة تانية يعني هو عايش في القاهرة ويقول لي أن عايزها من المحافظات الأخرى القريبة من القاهرة مش عايزها من القاهرة فيه كبير السن اللي مسافر برة وبيقول لي عايزها يبقى عندها مبدأ السفر للخارج عشان تيجي تعد اه تيجي تعد معايا هناك وتونسني وكلام من ده يعني على حسب طب أنت هلأ بتجاوزي كل اللي بمصر ولا برضو لبرة كمان لا ما هي دي الميزة بقى في الخطبة الإلكترونية يعني مش برس مصريين احنا بقى عشان البرنامج بيشوفو ناس كتير عندنا من أردن ودبي عندي نسبة كبيرة من إخواننا العرب كتير إماراتيين وسعوديين وكويتا وحبيبنا كتير وولدنا كمان العاملين بالخارج كتير اه طبعا بيطلبو في كل الدول العربية بيطلبو طب أنت بتواجيهم الصورة ولا بتواجيه بتقوليه لمواصفات العروس لو نحكي عنه إذا كان شاب طالب عروس أنا بعرف منه الأول هو عايز إيه يعني متخيل إيه في شريكة الحياة لأن كل واحد وليه متطلباته وفيه اللي بيطلبها نحيفة القوام فيه عايزها محجبة غير محجبة بتشتغل ما بتشتغل شي تقبل السفر معالي الخارج أو كده فأنا مبدئيا كده بعرف طلباته إيه وأنا عندي مبدأ الحقيقة بيقول إن أنا يا إما أقدم الشريك المناسب يا إما باعتذر عن الموضوع لأن أهم حاجة عندي إن أنا أقدم حد مناسب لما تروح تقعد معايا يبقى بس مجرد ما بينكم القبول أو عدم القبول لكن ما بتبعثي له صورة مثلا أو هي تبعثي لها صورة والله لو متوفر لو متوفر عندي صورة بابعت يعني إحنا بقول بس البدايات كيف بتصير يعني بابعت بس في عروسات يعني أصلا مش مديني صور بتاعتهم فما عنديش صورهم إنما في رقم تليفون الأم يقدر يتواصل معايا وهي تبعث له بطريقة معينة إحنا متفقين عليها مع بعض يعني أنا شايفة الناس عم بتتشجع على الموضوع وفي تليفونات معنا ونقول ألو ألو مساء الخير أستاذ حنان يا هلا مساء النور أنا سعيدة بأن أنا سمعت صوتك والله وبرحب الدفع إيه رأيك بالخطب عبير جميلة الفكرة حلوة بس أنا عايزة أكتصر يعني أنا عندي بنت بس من النوع اللي هي إيه عنيدة أنا قلت لها يعني لو في مثلا حد بجبنا حد يعني مش حطمة ولا حاج بترفض يعني أنا مش متخيلة لو قلت لها كان فيه وحد متخصص ممكن يعرف إيه المصطفات اللي أنت عايزاها ويحاول نقرب المسافات شوية يعني لو فيه قبور خلاص ما فيش الموضوع يعني فانشت خلاص لكن هي مش متقبلة الموضوع من من حدا صح آه وبعدين حضرتك يعني أنا بحيث إنها طريقة سيفتي يعني بدل ما حد يشوفها برا بحيث إن يكون مش كويس بتاع لا ده تحت عانينا يعني جواز صالونات بالزبط بالزبط أنا براحب بالفكرة بس يعني برضو الجيل اللي إحنا جديد يعني زيان تقولي إيه إحنا بتكلم أوه معارف بتشوفي حد الصدفة في عملك بتاع لكن مش شرط يتوفر المناح ده فإحنا بنقول طب لو فيه حد بيقدر يوثق إيه المانع يعني أنا أنا مقتنع جداً بالتاع يعني وزمان بفكرة إن حد يبقى وفكرة بالزبط وزمان كان الموضوع ده كان كويس وكان زمان الموضوع كان كويس أيضا ففعلا لا سؤالك فعلا ممتاز لأن إحنا أولادنا هلا عندهم عند وممكن يرفضوا فكيف فكرة الخطبة من عارف السبب وعارف الحل إحنا بنشكرها كتير للمداخلة ويقول لنا طيب وربنا يفرح قلبها بنتهي إن شاء الله يا رب بإسم الله السبب يا فندم إن إحنا بنقدم لبناتنا ناس مش مناسبين وهي عندها كل الحق إنها ترفض الطريقة دي في الجواز إزاي أجيب بنتي الدكتورة الحصلة على مركز تعليمي معين في وظيفة معينة بتتعامل مع ناس ومع فئات تفكيرها زي تفكيرهم وكلام من ده نيجي نقول لها فجأة كده لا إحنا عايزين نتجاوزك لا إحنا جايبين لك عريس ما نعرفهوش عن طريق واحدة ما نعرفهوش ما هي بالضرورة إنها هترفض إنها تقابل أصلا العريس وأقل ما فيها إنها تخاف تعرف يا هي النقطتك اللي أنت بتقوليها صح بس عبير مرات هم البنات هم اللي بيختاروا الشباب اللي بدهم يتجاوز ممكن يكون اختياراتهم كمان غلط ما بتكون صح لا بس إحنا في النقطة اللي هي أنا أعرض عليها عريس وقول لها إن العريس ده أنا ما عرفوش وجاي عن طريق واحدة ما عرفهوش بس المجرد إنه هو مناسب ليكي في الله بينا نلبس ونروح نقابل واحد ما نعرفوش وده أسلوب غلط وطالما فشلت في إنها تقنعها بالطريقة دي في الجواز فمش هينفع إن إحنا نعرض عليها حد غير بتكنيك معين بقى ما هي أقول لنا بقى التكنيك يلا عشان كل يتعلم نوعية العريسات دي لها عندنا لإن في حوالي 60% من اللي بيتواصلوا معايا كلامهم بيكون زي الأستاذة كده عندهم بنت وخايفين يعرضوا عليها حد لا ترفضوا ليه بقى؟ لإن هم عرضوا عليها قبل كده ناس ونزلت قبلتهم اتحطت تحت ضغط معين اترفضت من العريس لأسباب معينة اتقال عليها كلام مش ظريف وطلعت هي اللي غلطانة في الآخرة علشان رايحة مش موضبة نفسها الموضوع علشان لما قعدت معا العريس اتكلمت معاه في كلام مش المفروض إن إحنا نقولهوله علشان 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 فهي لما حست إن هي بتتحط تحت الاختبار في موقف زي ده فبترفض إنها تكرر التجربة مرة تانية دلوقتي مهمة الأم كل مهمة الأم إنها تسعى لها في عريس مناسب وما تيأسف إنها تدور لها على حد مناسب بس إزاي بقى؟ دي حاجة ما بيني وما بين الأم بنعرض على الأم المتاح مناسب لبنتها وهي طبعا قدرة الناس بإن بنتها عايزة إيه ويا إما نجيب المواصفات اللي بنتها عايزها ما بنجيبش يعني عندي دكتورة طبيبة مرتبطة إنها تتجاوز طبيب إيا مش عايزة غير الطبيب عرضت عليها كل المؤهلات العليا وعلى فكرة في حاجة زي كده بتبقى الأم برضو اللي غلطانة لإنها توعد بنتها في إنها ترتبط بمهنة معينة المفروض ده لسن معين تخطينا السن دوت بنبدأ نتنازل شوية أو نتراجع شوية أو بنعيد التفكير والنظر في الموضوع تاني فالمهمة الرئيسية اللي على الأم إنها تختر لها لحد المناسب وتروح تقابله لوحدها وتشوف إذا كان ده مناسب لبنتها ولا لأ وترجع بخبراتها الكويسة عن الشخص تحكي للبنوتة أنا قابلته ده جالي عن طريق مش عارفة مين ده أنا قعدت معاه ده أنا تكلمت لقيته الظريف لقيته مناسب لقيته نفس الوظيفة اللي أنت عايزة أتحبب البنت في أنها تيجي وتقابله هو ده الحل عبير معنا كمان شاب أحمد أحمد معنا أهلين أحمد مرحب خير أكبر حضرتك الحمد لله يا هلا فيك إيه رأيك والله موضوع كويس ما اختلفناش ولكن لفقات معينة يعني أنا كراجل بسافر بحكم شغلي وبروح وباجي فالموضوع مش مؤيد بالنسبة لي بنسبة 0 인터�Queen هو قويس بس زي ما قلت حذك لفقات معينة يعني مثلا البنت برضه بيكون أكثر من الرجل يعني البنت هي المحتاجة لحاجة زي دي لكن انت ما بتفكر انك انت تروح تلجأ للخطبة مثلا؟ بالجعلها بقى امتى؟ لما اكون انا بالفعل محتاج خلاص هتجاوز وهستقر وفعلا دي حاجة اساسية بالنسبة لنا كل واحد فينا بيدور على اللي بيكون شبيل والدته فمحتاج من قد ما تكون كويسة لان طبعا زي ما حضرتك عارفة احنا في عصرة سوشال ميديا الكلام ده كله برضو بيكون صعب بالنسبة لنا انت تختار واحدة تكون زي والدتك بالظبط دي النقطة فهو الموضوع قويس جدا ممكن يكون هو عنده الفرصة للجواز بالطريقة دي بالطريقة احنا بنشكرك احمد للمداخلة احمد ممكن يكون عنده الفرصة للجواز عن طريق المعارف اللي حوالي منه اصدقاءه في العمل يعني عنده فرصة مؤكتر اه عنده فرصة انما في بعض الشباب ما عندهمش الفرصة دي في انه هما بيقدوا وقت ساعات طويلة زي حبايبنا اللي وراء الكاميرات دولت موجودين ساعات طويلة في العمل مجال العمل مقفول عليهم نص اللي موجودين في العمل متزوجات ومش يعني مش متاح والنص التاني غير مناسبين لهم بالمرة فبيضطروا ان هما يلجأوا طبعا الاهل لو خلتوا جابت له عروسة مرة مش هتجيب له عروسة تانية لو رفضها كلام من ده غير اخواتنا العاملين بالخارج اللي بينزلوا اجازة شهر واحد في السنة ده برضو بيقضوا لشهر كله في نص الشهر تقريبا في تطليع تصريح العمل والاجراءات والورق والنص التاني لو حد من قرائبهم شف له عروسة برضو ورفضها مش بيجيب له تاني فحقيقي في بعض الشباب في احتياج شديد جدا جدا وفي بعض المهن اللي بيشتغلوا فيها رجالة بس او اللي بيشتغلوا فيها بنات بس واخد بالك فدي في بعض المهن برضو هيلاقي منين هيجيب منين هيتعرف منين على شريك الحياة المناسب وخصوصا لما يكون ليه شروط معينة في دماغه فهو دوت العميل او هو دوت العريس اللي بيجي لي او بيلجأ للخطبة في الجوائز احنا مكملين معك عبير بس نطلع فاصل ونرجع لكم ورجعنا بعد الفاصل ومكملين معك يا عبير قول لنا بقى هنحكي دلوقتي عن الزوجة التانية ايوه اللي بيطلب منك كمان زوجة تانية بيحس العروسة الاولين اللي يجيبتيها كويسة فبيطلب كمان التانية والتالتة لا هو مش حبا في الموضوع مش علشان جرب واحدة لها يقول لي هتديين وادي تلاتة لا لا مش كده خالص يعني في الحقيقة موضوع الزوجة التانية دوت انا كنت يعني محرصة منه في بداية تعاملاتي مع الناس وكنت رفضة رفض بات ان انا اسعى في جواز الزوجة التانية بس الحقيقة طبعا علشان الكلام الكتير اللي بيتقال حرام تخريبي بيت واحدة وحرام تجاوزي راجل على امراته وكلام من ده بس هم قريدي موجودين يعني طلبات اللي عايز زوجة تانية قريدي كده كده الراجل اللي بيسعى في جوازه من زوجة تانية يعني هيسعى هيسعى لغاية مجالي نوعيات من السيدات الفضليات بيقبلوا ان هم يكونوا زوجة تانية اجتماعية عندهم منها مثلا الست اللي جوزها اخد منها ولادها وولادها بيجوز زروها على فترات معينة فهي عايزة الزوج يبقى معاها برضو فترات معينة مش طول الوقت انما بتاخد من وقته بعض الوقت بعض الانسات اللي ما تجاوزوش قبل كده سبب عدم جوازهم ان هم مش لقين حد يرضى بيهم وبقى ليهم فبتضطر ان هي تبقى زوجة تانية علشان تاخد عشان تاخد برضو بعض الوقت من الزوج علشان يرضى يسيبها بقية الاسبوع او بقية الشهر الاهلاء تخدمهم وتقوم على رعايتهم وكلامين ده فلما لقيت ان الطرف الاخر متوفر في العلاقة انا قلت ليه لأ وخصوصا ان في بعض الطلبات اللي بتجيلي من الرجال اللي بتطلبوا مني زوجة تانية يعني اسبابهم مقنعة جدا جدا بالزواج الحقيقي من ضمن الاسباب ديت مرض الزوجة مرض عويس ومش هتخف منه مش بتقدر تقدي مهامها الزوجية الزوجة عقيمة ما بتخلفش وفي نفس الوقت ما يقدرش يطلقها علشان الحياة الاجتماعية اللي ما بينهم والاهل وتكون قربته ومالهاش حد غيره مالهاش حد فبيضطر انه فبيضطر انه هو يجاوز زوجة تانية علشان الانجاب او كلام ده سفر الزوجة برا البلد واخدى الاولاد معاها او هو قاعد في بلد تانية والزوجة قاعدة في مصر بالاولاد وهو عايز يعف نفسه هناك فعايز يجاوز زوجة تانية هناك واسباب وظروف كتير يعني طيب معنا نور مش شرقية مساء الورد حالا كيفك الحمد لله كدكم اترامدين ايه تمام يلا قلنا شو رائيك بالموضوع رائيه هو مبدئيا انا متجاوزة بطريقة شبه كده يعني حلو طيب قلنا هقولكو احنا عندنا ان احنا اين في الارياب لو فيه مثلا واحدة بتحب ايه تعمل خير بس مش خطبة يعني هي شبيهة بالخطبة ايه تحب تعمل خير وتعرف مناسبة يعني موثفات ده ودي وكده وتوصلهم بزرعة فعايز اقول حتة صغيرة كده ايه بتبقى فيها نقطة حساسية للبنت شوية لما هي بتبقى مثلا ايه شايتا نفسها ان هي سلعة وعايز حد يجي اخدها تحس ان هي محروجة تروح تكلم الخطبة وتروح لها وتعمل لها اللي هي عايزة مش انما تقول لحد انا عملت كده بالعكس ده تقول ايه انا كل يوم عندي عريس جيت حيلو علي بالصمر افضل بزرعة ومالو بيعملوا كده البنات بتعمل كده احنا كمان بنعمل كده على فكرة طب يلا حلو هاينا بتشجع شكرا يلور شكرا احنا لازم نسون كرمتها طبعا وكرمت البنت متصانة ومعلوماتها في سرية في سرية تم وعلى فكرة انا خطبة بدون اجر يعني انا مليش مكتب ومليش مكان انا مباخدش حاجة من حد يعني اه طب وما بطلبش حد بفلوس او ما باخدش حلوتي بعد الجواز والكلام المعروف ده لا لا انا خطبة بدون اجر وانا بسعى في زواج ولادي وبناتي وقرايبي وعيلتي وكل صحابي بدون اجر تماما تماما مخصصة من وقتي ووقت كل يوم لمتابعة العرس والعرسان والكلام معهم والحكاوة معهم ادي انا بستفيد منهم شخصيا طبعا غير الدعوات انا باعتبر كل حاجة في حياتي حلوة بسبب دعوات الناس الجميلة الحمد لله رب العالمين انا ربنا موفقني ولي عدد من الاولاد ولي سمعتي كمان في مجالي وفي مجال عملي ومعروف عني ان انا ما باخدش حاجة من حد طبعا انا بقول للبانوتة اللي اتصلت ان كرامة العروسة على فكرة محفوظة وعلى فكرة دلوقتي لجوء البنت الخطبة مش حاجة ضدها بل بالعكس بقت حاجة في مصلحتها معنا ان البنت تيجي الخطبة البنت دي مش بتاعة لف ودوران البنت دي ما تعرفتش على حد قبل كده البنت دي ما عندهاش المجال ولا الفرصة انها تتصاحب وتتعرف وتخرج وتدخل ويبقى لها مجتمع وحياة ونوادي وكفيات وكلام من ده فلجوء البنت للخطبة حاجة مش عيب خالص احنا بنسعى في الحاجة الحلال والمعروفة شارعا وعايزين كمان نفرح ببناتنا وانهنيهم وانفرحهم وبعدين لو ما كانتش البنت او الام تسعى في جواز بنتها مين عايز علها الخالة والجدة والعمة وتيتا وجده والناس الجميلة اللي كانوا في حياتنا الزمان اللي كانوا متكفلين بالبنات ان هما يشوفوا لها العريس الفلاني ويتكلموا مع الستة الفلانية عشان مش عارق دول مش موجودين في حياتنا دلوقتي بل بالعكس انا بشوف البنت الخالة بتتخطب وبنت خاليتها ما بتعرفش بالضبط ابن عمته بيتجوز والابن عم ما بيعرفش الدنيا اتغيرت كتير عن سمات الدنيا اتغيرت اه اه طبعا وما بقاش فيه العلاقات اللي زي ما كان ولو ما دورناش على العريس لبنتنا يعني بنتنا هتتأخر في الجواز بالضبط ويكون بقى في الاخر بتتنازل عن شغلات كتير اه طبعا فبيكون المفروض ان الواحد واحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي ان احنا نتنازل عن حاجة بل بالعكس احنا يعني بنقول لها اه تمستكب كل شروطك في العريس اللي انت عايزها صحيح بس نبدأ يعني اهم حاجة ان احنا نبدأ ونبقى عارفين بنبدأ ازاي وبنبدأ مع مين ولازم يكون اللي بتتعاملي معا دا حد ثقة ان هو مش هيطلع سر من اسرارك برا يعني انا عارفة العروسة سكنة فين وممتها سكنة فين بس مش هروح اقول للعريس على فكرة ومستكنين فوق صيدالية كزا الدور الاولان يروح اسأل عليهم البواب يروح عامل مش عارفة ايه لا انا بجيب العريس وبقول له في عندي بنوتة مواصفاتها الاساسية الطول الوزن اللون العيون محجبة بش محجبة موافقة تسافر معاك زي ما انت عايز موافقة انها تقعد في البيت بعد الجواز زي ما انت مؤاهل عالي زي ما انت عايز واخد بالك ونعمل المقابلة في اي مكان عام قدام الناس وقدام الدنيا كلها وفي النور وفي العلن ولو ارتاحوا البعض بيدخل البيت من باب بيكلم الاهل فما فيش ما يدعو ان احنا نقلق من ان احنا نكلم خطبة انا مع جواز بناتنا باي طريقة من الطرق المهم البنت تتجوز المهم انها تلاقي شريك الحياة المناسب لها طيب هلا نصحتك للبنات انت بوجهة نظرك يعني البنات اللي هي بتكون عنيدة لا 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 بديش موضوع الخطبة لا انا حساها لا مش كويسة كيف الواحد يقدر يقنع بنته بهذا الموضوع يعني انت بوجهة نظرك لان انا شايفة كل شي عندك له طريقة فانا قلت نشوف الطريقة هدا كيف لان الام هات والاسئلة اللي عم بتجيني بتقولي عن هذا الموضوع ان البنات كتير عندهم عند بهذا الموضوع ايوة متل ما حكينا صح فانت شو بتنصحيهم هي عندها الف حق يعني انا معاها قلبا وقالبا ودي اول خطوة تجيب العروسة لستكة دي طب حل ان احنا نبقى معاها قلبا وقالبا اي حاجة بتقولها ان انا قلها انت عندك حق ويا فعلا عندها حق لان كبيرة قوي قوي على بنتي ان انا قلها ان انا عايزة جوزك وهجوزك عن طريق حد ما عرفوش هتقولها يا ماما انت عايزة تخلصي مني بتتفهم غلط بتتفهم غلط بتتفهم غلط والنقطة دي بزدات عند البنات بتبقى حساسة عشان كده انا بشجع ان احنا نجاوز بناتنا بدري انا بقول دايما للامهات يا جماعة البنت اتخرجت واخدت شهادتها وراحت خادت مجال العمل ودخلت في مجال مفيش في حد تتعرف عليه بس مش قابل هيك لا مش قابل كده ولو ان لو قابل كده وجالها نصبها عن طريق حد من زمايلها مثلا في الجامعة او معيد في الجامعة او حد راحت تشتغلت ماشي انا برحب يعني مفيش اي حاجة ان هم يكملوا مع بعض انما طالما خلصت بس ما استناش بقى على بنتي لما تكسر سنة 30 وال40 وابدأ فوق واقول لا انا عايز اجوزك انت اعدالي كده ليه احنا كل يوم من اول ما البنت بتكمل تعليمها من سن عشرين سنة واحنا كل يوم بنحضر خطوبات زمايلها زمايلها بيتخطبوا بيتجوزوا حوالين منها والدائرة بتفضل حوالين منها فانا مش عايزة اوصل بنتي للسن ده وللمرحلة دي فاول خطوة بنعملها مع البنت العنيدة اللي حضرتك بتتكلمي عليها ان احنا نكون معاها قلبا وقالبا يعني هي معتقدة ان احنا يعني بنزقها كده وخلاص لا احنا الموضوع مش كده خالص احنا موضوع ان احنا هنختر لها عريس كويس هنفهم منها طبيعة تفكيرها في العريس ايه عايزة مؤاهل ايه يعني هنقدر ان احنا نستوعبها نحتويها ايوة ونقوم بالمهمة دي ما كانها في الاول في بدايات العلاقات وبعد كده احنا معاها قلبا وقالبا قلت علي ايوة قلت علي ايوة قلت علي لا قلت علي لا بدون نقد احنا معاكي بدون نقد عبير الحلقة كتير حلوة وبتجنن لذيذة ودمعها خفيف اهيو رب ونشعطينا الايام الزمان والابيض والاسوب اهيو فأنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا ليك وبنشوفك مرات ثانية معنا ان شاء الله وبهيك خلصت حلقتنا ندمعها خفيفة اليوم ونشوفكم الاسبوع الجايز شكرا جزيلا